عاش الشباب اللي بيبنيك بعلق ومدوا عاش الشباب اللي بيخزم اي يخزمه ما شافوا عاش اللي شاي الحلم بلدو هم بلدو كل واحد مننا بيكون عنده حلم ونفسه ان هو يحققه ولكن بتقابله صعوبات كتير ساعتها بيكون عنده اختيارين ما لهمش تالت ان هو يكمل ويتحدى الصعوبات ويمشي لاخر الطريق او ان هو ينسحب وما فيش اي حد فينا بيقدر يعيش من غير اهداف معنا النهاردة نموذج مشرف لمصر شاب مصري في كلية الاعلام معنا عبد المنعم الألفي اهلا بك عبد المنعم انا بك كهدا سعيد جدا ما موجود معك النهاردة صباح الخير عليك وعلى كله مشاهدين صباح الخير عليك عايزين نعرف كده في البداية مين هو عبد المنعم الألفي بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد المنعم الاف طبعا طالب في كلية اعلام من محافظة الشارقية مركز فقوس طالب عفر شوية واكتهد وإن شاء الله يعني متأكد إن ربنا هيكرمه في اللي جاي كلمنا بقى عن مشوار حياتك التدى إزاي إنت دلوقتي دخلت كلية الإعلام هل ده كان حلم عندك إن أنت نفسك؟ ده كان حلم حياتي عانيت فيه الليلة كلها مش بس الناس اللي برا لأ الليلة نفسها من جوه بس الحمد لله كان هم رغم إن أنا كنت معانيتهم بس كان هم أول الدعيمين كان بابا ولا ماما ولا أخوتي كان كلهم جنبي يعني الحمد لله كان ليه الحلم ده بالذات هو اللي أنت نفسك فيه؟ طول عمري بحب أكون مختلف ما بحبش أكون زي بقى الناس ما مشيش مع القافلة زي ما بيقولوا كده الناس كلها يا إما ده كترة يا إما مهندسين أنا عمري بطمحت أن أكون دكتور عمري بكان نفسي أكون دكتور حتى تكلمني عن إحساسك يوم من نتيجة طلعت فعرفت أن أنت دخل كلية الإعلام لأ هو النتيجة كان يوم صعب جدا لأن النتيجة طبعا خزلتني رغم أنها كنت مكتهد بس الحمد لله دخلت خاص يعني حلم تغير ما تغيرش قوي بس اللي هو يعني أنا دخلت خاص وحققت الحمد لله نجاح كبير في فترة اللي فاتي دي أول ترم والحمد لله عملت تسعين سنية اللي كان بدء في فقرة زريرة جدا أه أتنا عرفنا عنها وهي كانت مكسرة الدنيا في الجامعة وكان ليها نسبة مشاهدة كبيرة جدا كلمنا عنها الفكرة جات لك إزاي وبدأتها من الفكرة ابتدت بالزبط وأنا في تانية سنوي من سنتين وكانت فقرة في إزاعة مدرسية في مدرسة الشهيد محمود بن ريونس في قصة العسكرية مدرسة اللي هي فضل عليها كبير جدا يعني وبعدين ربنا كرمني وسميتها تسعين سنية وزبطتها بالوقت بالزبط كنت بقولها في الإزاعة تسعين سنية بالزبط وبعدين لما دخلت الجامعة بدأت تكبر ونسبة المشاهدة تزيد الحمد لله أول فيديو فجأني أنه وصل خمس آلاف مشاهد وكان واخد نسبة أعلى نسبة مشاهدة على صفحة الجامعة كانت حاجة الحمد لله مشرفة يعني فإن شاء الله أنا في تطوير وبإذن الله ترمي تاني في شغل تاني عالي جدا جامد بإذن الله يعني ليه ما فكرتش تعمل قناة على اليوتيوب رغم أن أنت نسبة الفنز عندك كبيرة؟ والله بصي أنا ماشي ستيب باي ستيب خطوة خطوة اللي هو أنا شايف أن في حاجة لها مثلا تأثير معين ففيه وقته معين هاختار فيه أعمل حاجة اللي بعديها أبدأ الأول ببيجة على فيسبوك وبعدين أطور من نفسي مثلا على اليوتيوب بس طبعا أنا لسه بادئ تصوير أصلا من ثلاث شهور ترمي الأولاني فالله هو يعني إيه مرحلة بعد مرحلة مش مستعجل يعني النجاح ما بيجيش على طول أنت في حاجة قلتها لي قبل الهوى أن باباك مدرس فيزياء قول لي إزاي قدرت أن أنت تتغلب على الموضوع ده بأن أنت تدخل قدر الموضوع ده كان أصعب موضوع في حياتي يعني حرفيا يعني فعلا يعني إزاي المسكتب قبلك إزاي اللي يعني لأ هو أنا كنت متحد في المجتمع من أول ما كتبت في وقت الرغبات أدبي وأنا كنت متحد إنه هو أنت باباك مدرس فيزياء وأنت أدبي طيب إزاي يبني أعقل لأ كان الموضوع صعب إزاي تبني اضطهاد داخل البيت بقى كنت لأ كان نزلين عليها كلهم تريئة بقى يعني أنا تقريبا الوحيد اللي أدبي في عائلت والدي والدتي فالموضوع كان مختلف طبعا الدكتور واللي مهندس واللي زابط وأنا الوحيد اللي داخل أدبي أحبتاً فرد الحمد لله طوال عمري بحب أكون مختلف عن الناس بس في حدود إمكانياتي يعني أنا عمري ما طمحت طموح أكتر من إمكانياتي لسه كنا بنتكلم على كده في الفقرة الأولى بالضبط دكتور السلام كان على الفقرة الأولى نحن ما نعليش سقف التطبع بالضبط أنا عندي طموح بس أنا باكتاهد عشان أوصله وإن شاء الله أوصله والحمد لله أكيد نجحت سيء إنسانية أثبت ده وجودي معاك النهاردة أكبر ديلي على كده فالحمد لله حمد لله كثيراً يعني الواحد تائب واكتهد شاف عناء كتير فترة اللي فاتي دي كانت فترة اللي هو أنا كان نفسي أثبت فيها نفسي بعد السوال العامة والسقوط اللي حصل بعد ما كنت طالب الحمد لله متفوق أو ما كنتش الأول عمري ما طلعت الأول في حياتي بس كنت دايما من خمسة الأوائل فجأة كده ما كنتش من الأوائل فالموضوع كان صعب بالنسبة كانت صدمة بس أي صدمة بترجعت لا طبعاً الحمد لله أنا رجعت بقوة الحمد لله وما زلت وسأزل إن شاء الله ودي رسالة أحب وجهها لكل لأي حد معتقد بإن أنا فشلت أنا عمري ما فشلت أنا نجحت أنتوا قفتوا فين وصلتوا لإيه بس أي حد في الدنيا فينا بيكون عنده حلم أو بيسعى لتحقيقه بيقابلوا صعوبات كتير جداً وبيقابلوا ناس كتير بتحبته إنت بقى إزاي بتتعامل مع الصعوبات دي أقولك الحاجة أنا كان أكبر مشكلة في حياتي مشكلة إن أنا أدبي كان كل المجتمع الحوالية بيعيرني إن أنا أدبي كأنها مثلاً جريمة أو حاجة هم فعلاً بيشوفوها على إن الحد أدفاج آه كأن إحنا مثلاً أقل منهم زكاء أنا رغمين كان في ناس في علمي أصلاً لا تفقه شيء ولا لها أصلاً ثاني وعام بشكل عام بيقى بس الحمد لله يعني أنا كنت بسمع من هنا وطلع من أحد تانيه ليه بقى؟ لأنه فيه وقت للرد والوقت جاه هو الوقت جاه فيه وقت للرد طولة ما أنت بتكتهدي وبتعمل عليك واثقى في ربنا عايز بكون فيه ثقة عمياء في إن ربنا مش هيخزلك أبداً ومش هيشامت فيك حد مهما كان مين لا قريب ولا بعيد والحمد لله يعني الحمد لله حمد الكثير إيه أكتر موقف حسيت إنه هو صعب عليك وفعلاً حسيت إنه هو بيهدك يوم ما تلصل عم اليوم ده كنت حس إنه خلاص يعني حياة وقفت هنا بس أنت كنت قيل إن فيه ظرف هو اللي حطك في الموكل ده؟ أنا كنت كان عندي حمى تيفود قبل الامتحانات بشهر وفضلت تعبان لغاية بعد الامتحانات بأسبوعين كنت بتعالج درجة إنه كنت أنا مرجعتش على فكرة يعني أنا واحد من الناس ما حلش نموذج امتحان عربي السلامية عامة داخل الامتحان مغير ما يحل نموذج من التعب أنا فيه أربعة يام نمتهم نمتهم كنت نايم على السريل من كتر التعب لكن رغم كده كنت وثق من ربنا هيعوضني مش هكدب عليكي بعد نتيجة أنا وقعت جامع نفسيا بقى وفقدت السقة بالله وطبعا دي خسارة أنا لا يعني لقد هنا مفيش وقتها وقتلك بقى دي هنا إليك إيمان بقى ضعف بقى مهم إنه كنت في لغباتها نفسية بس طبعا مهما يحصل ما ينفعش نفقد السقة بربينا كانت لغباتها نفسية كانت فترة صعبة اللي هو أنا طبعا عملت كل حاجة طب ليه ما هنا بقى دي بقى أنا رسالة هوجيها للشباب أنا فشلت في لحظة معينة بس بعد كده الحمد لله فوقتي نفسي بنفسي قلت لأ قوم ربنا لو حكمة في كده وقمت ورجعت والحمد لله اكتهت والحمد لله يعني ربنا كرامني في آخر ثلاث شهور لما دخلت بقى كلية الإعلام كان في قسم معين نفسك تدخله إن شاء الله سأعطي الفيزيون هو ده حلمك إن شاء الله ربنا يوفقك فيه وإنت ما شاء الله عليك متقلق في الجامعة وليك اسمك يعني لما بندخل الجامعة معروف مين عبد المنعن الحمد لله حمد لله كثيرا يعني الواحد أثر في الناس طبعا كنت أنا مختار كانت تسعين ثانية تي وش خير علي كنت مختار تسعين ثانية بس هي أفادت ناس كتير جدا جدا الحمد لله أنا بقدم محتوى رياضي حتى الناس بتستناهي عشان تشوفها يعني ده اللي احنا كتناه الحمد لله يعني كان فيه يعني إنجاز كبير فترة الفاتفة الحمد لله فضل ما عنده ربنا توفيق من ربنا كبير اجتهاد مني وربنا كان معي طول فترة الفاتفة دي بصراحة حتى في لحظات ضعفي ربنا كان عمر ما سابني وعمر ما تخلى عني أبدا كلمني عن قصة كفاحك بقى بأن انت ساكن في الشرقية وأن انت من الشرقية بتيجي لحد هنا عشان الجامعة وبتيجي هنا عشان خاطر تعمل كل الحاجات اللي انت بتحلم بيها إزاي انت قدر تعمل كده؟ الثقافة هلك مختلفة الشرقية معيش محافظة قريف انت لو بقتيش دكتور أو بقتيش مهندسة مثلا فانت هنا خلاص فشالتي مضوع صعب قوي غير مثلا يكون في القاهرة أو في كتوبر مثلا لأن هنا فالناس آه ماشي دخل إعلام ماشي لكن هناك الناس ما تعرفش يعني إعلام يعني انت شايف أن انت كان صعب تثبت نفسك هناك؟ هناك آه طبعا لأن كل حواليكي بيهدوكي بس أنا كنتم صام على حلمي لأ أنا همشي من هنا وإن شاء الله ربنا هيكرمني أنا متأكد من كده أنت نموذج مشرف يا منا ربنا أخليك إجاب نموذج مصري مشرف لكل شاب مصري ربنا أخليك كلمني بقى عن 90 ثانية ناوي تكمل فيه إزاي؟ أو إيه اللي ناوي تعمله فيه تاني؟ إن شاء الله ترمي التاني فيه شغل جامد جدا مختلفة عن ترمي الأمامية بكتير الحمد لله فيه أفكار هنعملها أنا مش هقولي أفكار عشان محدش من زماني يسرقها يعني لأن احنا فيه بنا منافسة طبعا أنا الوحيد اللي بقدي برنامج رياضي أول واحدة بتاديها في الجامعة فبعد ما عملت أنت بتحب الكورة آه طبعا كلمني عن حبك للكورة أنا أهلاوي وده كفيل يعني بأن أنا واحد أهلاوي من أكتر لاعب بتحبه؟ أبو تريكا أبو تريكا يعني ويا من متعب أحبهم جدا بصراحة طبعا محمد صلاح طبعا بقى أكيد آه محمد صلاح طبعا ده فخرنا كلنا يعني أكيد فالفكرة أنه هو بعد ما أنا بتديت أعمل محتوى رياضي في الكلية بدأ ناس تشتغل رياضي بعد ففيه منافسة دلوقتي لكن الحمد لله أنا وزلت محافظة على ما كانت يعني 90 ثانية اسمنا مالوش علاقة بوقتنا كلمة انت ليه اخترت الكلمة دي اسمنا مالوش علاقة بوقتنا زي ما قلت لك أنا بحب دي ما يكون مختلف بحب أكون حاجة المختلفة دايما بتلفت الانتباع يعني إيه اللي خلى الجملة دي هي هقولك على الحاجة أنا كنت بسمعات 30 ثانية من زماني من ثانية سانوي لما دخلت قلت لازم أضيف حاجة كده معينة أو لوجو مثلا يخلي الناس تشدوا أكتر للبرنامج فبقى دلوقتي اللي مش فاكر اسمي مثلا الزماني اللي قابلني في الكلية مثلا بتوع ثانية أو ثالثة أو ربعة مش فاكريني مش فاكريني اسمي بس يشافوا الحلقات ازاي كانت 30 ثانية وقتنا موش علاقة بوقتنا ايه آه الحمد لله فبقيت بقى على أقل عارفيني فبدأت بقى أتعرف في الجامعة الحمد لله ده كترة نفسيهم كانوا مبهورين باللي حصل ازاي طالب في سنة أولى في أول ثلاث شهور الحمد لله يعني زي ما حكيت في دكتورة قايتلي قايتلي انت أعدت في قلوبنا بدري يعني فالحمد لله يعني توفيق من ربنا طيب كلمني بقى عن انت ناوي تعمل ايه فترة الجاية ايه اللي انت نفسك تعمله ايه اللي نفسك تحققه والله انا إن شاء الله نفسي ربنا يكرملي كده ببرنامج على القناة اين كانت القناة هي أنا إن شاء الله يعني باقتاهد وبسعل كده ومتأكد ان ربنا هيكرمني إن شاء الله ربنا هيكرمي إن شاء الله يعني وربنا يقدمك في الخير يعني إن شاء الله كلمني بقى عن مقولة معينة انت مؤمن بها وماشي بها في حياتك هي السبب في نجاحك رحم اللههم قGrandين علي مقدرة نفسي المقالة دي جميلة جدا المقالة دي ماشي بها في حياتي ولو كنت عكستها كنت زماني في علمي وأكيد ما كنتش موجود معاك تلوقتي هنا كنت زماني مربي في أي حتة تاني أنت من النوع اللي بتحب ترسم أهدافك يعني بترسم أنت عايز تعمل إيه ولا سايبها كده لأ ما فيش حاسبها سايبها كده هو كله على ربنا طبعا بس أنا باكتهد أكيد بتخطط أنت عايز تعمل آه فيه واحد اتنين ثلاثة الشهر ده أنا هعمل كذا وكذا وكذا طيب مع تفق ربنا بقى بتمشي ممكن أوصل لنتيجة اللي أنا عايزها ممكن أوصل لنتيجة أقل بس في كل الحالات ربنا بيرضيني في الآخر نفسك تعمل إيه لبلدك تقدم إيه كده يخدم بلدك إن شاء الله أنا شايف أنه يعني بإذن الله كوني أكوني إعلامي كبير ومشهور ومعروف متأكد أن أنا هكون سورة مشرفة لمصر مش بس المصر ده الوطن العربي كله إن شاء الله ربنا نوفقك إن شاء الله متأكد رسالة لكل شاب مصري بيضايا حياته على القهوة وبيضايا حياته في المخدرات تحب تقوله إيه؟ ما ينفعش أصلا أنت كده بتنيه حياتك بنفسك هقولك على حاجة مثال بسيط مثلا معظم الشباب اللي وعدوا على القهوة طب أنا بقعد على القهوة بس في حدود بس في حدود في حدود الفكرة في إيه؟ الفكرة أن أنا ما ينفعش ما ينفعش أنه ضايا حياتي في مخدرات في السجائر في إنت حر أنت لازم تكتهد وتسعى وتعمل عليك فيه ظروف مثلا مش عايزين نخط في موضعي كتير مثلا ظروف في البيت مثلا أهل المنفصلين أو 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 لكن كل ما في الأمر أنك المفروض يعني ترمي كل دورة ظهرك والصيبها على ربنا وتكتهد مشكلة الناس لها بقتت عن الدين فعلا الناس لها مع الدين ربنا هيكرمها وهتبقى في مكانها أحسن بكتير مما هي عليها الآن خصوصا الشباب لأن احنا المجتمع حقيقي بقى مجتمع صعب بنشكرك يا منعم وفعلا كانت فقرة مميزة وإحنا موسطين جدا أنك كنت معانا أنا أسعد جهد وإن شاء الله تكون معانا تاني الفقرة خلصت بسرعة جدا ده شرف ليه ده شرف ليه بشكرك عبد المنعم الألفي شكرا لك نوركنا النهاردة وبكده انتهت حلقة النهاردة أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج عاش الشباب كل يوم حد الساعة 8 صباحا موسيقى عاش الشباب اللي بيحميك بروحوا بلدوا عاش الشباب اللي بيبنيك بارقوا مكدوا عاش الشباب اللي بيخزم أي يخزمه ما شافوا عاش اللي شاي الحلم بلدوا همها URود دوامون عاش الشباب عاش الشباب لك اللصف موسيقى 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 اشتركوا في القناة